قال في صباح كل يوم وفي مساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء يقول عليه الصلاة والسلام إذا قالها ثلاث مرات فإنه لا يضره شيء في مثل هذه الأزمات لا تستمع إلا إلى الجهات التي تريد مصلحتك وتريد نفعك الذي يجلس في المجالس أو في مواقع التواصل الاجتماعي أظن ويقولون ثم يبدأ يحلل الأخبار ثم يجعل التحليل في حد ذاته خبر هذه كلها من الإشاعات التي يجب على المسلم أن يكف عنها